الكابتن عماد متعب في استوديو التحليل الحياة استفز جدا من قضية اهدار الوقت نشوفه لما يكون حرس مرما جيد وعمل مبارا جيدة وبيبوز كل اللي عملوا بأنه بيوقع نفسه في الملل وضع وقت كتير الحاجات دي ما بتبقاش انطبعاتها مش بتضيع المميزات اللي انت عملتها داخل مبارا يعني في حرس مرما كتير عندنا بيقعوا من غير اي سبب ومن غير اي محد من غير ما اي حد يحتك بيوم علشان الغرض انها دعوة بشوفها انها حاجة بتستفز الناس وبتستفز الجمهور وبتستفز اللعيبة داخل الملل ممكن تعمل مشاكل كمان اللي بيساعد على كده الحكام دلوقتي الحرس المر انا حسابت ست دقائق وحرس المر ما ويع تلات دقائق في ست قدي تلات دقائق مزبوطين لو هدي ست دقائق تانين قديهم بعد كده الحرس مش هيوقع لكن هو النهاردة الحرس ويع الحاكم ادي ست دقائق وبعد كده في تغييرين ويع محمود جاد وده دقيقة واحدة بس بعد ست دقائق عشان كان لات الاهل بتعترض تغييرين راح ليدي في المنطقة الفنية انذارات ويتكلم مع الرجل اللي داخل الملعب لان دلوقتي مقدرش اتجالها وان كان بتحصل ما تشوف محمود محمد معروف عمل ايه عبدالله سعيد امر باللعب عشان الجون كان فادي وكان بيكلمه وعارف ان الجون بيكلمه وعارف ان الجون فادي فيؤمر باللعب واللعب اللي طارده جنبه بيكلمه كان حوار لسه بيكلمه عادي سيقول لي اخطاء البشر بشر ايه وبتاع ايه ما هو البشر انواع برضه وكابتن عماد متعب يعني يتحدث انت انت بتتعود الناس على سلوكيات ما انت لما تبتدي على رأي كابتن ناصر تحسب الوقت المحتسب بدل من ضعب بشكل بقيق الناس مش هتقع لا جدوى من قوحهم بقى لانه هتحسب في الاخر واما تعبانين العدالة بتقول كده يعني ما تشاط الباسكت ليه اخر ثلاث دقائق دول بيعود دول بيجي ربع ساعة لان كل ما تقف السفارة تقف الساعة لان المفروض انت تلعب ان نقص ساعة بتاعتك كاملة فعايزين نوصل يعني كنا لسه بنتكلم على تطوير الكرة يا ساذ ابراهيم والناس يوصل محدش عن دونية يصلح محدش عن دونية كله بينظر الى المصالح الديقة وحتشوف دلوقتي ده مش هي لي انكم مدرب الحراسة ما كان بيكلم محمود جاد بعد المطش انت جوم كويس ايه اللي انت بتعمله ده هو حتى محمود جاد قال لما المراسل سأله قاله كان بيقول انت جوم كويس ايه الوقت اللي انت بتضيعه ده ما هو قاله كان الكابتن طالب منك ها ها يعني طب هو الاعتراض ده فحد ذاته يعني ما يحرقش كل الناس اللي طبعا طبعا وينبه اكتر لخطورة المطشات اللي جاية لانه كل المطشات كل الناس هتستهلك الوقت بهذه الطريقة اولا عشان توطر لعبة الاهلي وثانيا عشان تستهلك وقت المباراة وثلاثا عشان ده على مزاج الحكام لان حكم انت شايف ان ده بيحصل هل ممكن زي ما قلنا لكابتن ناصر عباس وايه ده العصبية يعني هل تنفذ اللي السعودية طبقته ناس بتنقشك وكان الحوار بادي هادي جدا ليه العصبية ليه النظرة بتاع ده يعني انت تابعة ده الحوار محمدي بس برضو انا مصطفز جدا من سازاجة اللاعبة بتاعتنا شفته الحكم بيعمل كده ابعدوا عنه ايه جدوى الكلام ده وشاف الاداري بتاعك بتكلم ايه بعد عنه ايه بعد اقول لك ايك لك وانت مسكت دماغك لكن انا متأكد انك مقولتش حاجة تستدع هذا الامر لانا لو قلتها ما كنتش هتمسك دماغك لانك اكتشفت بقى ان ياريتني ما جيت ما تكا يعني انا رايي وبعدين ده بعد المطش هتفيد بايه بالاعتراضات دي بعد ما صفر اه بعد ما صفر بعد ما صفر يعني مش مثلا ما لايش فيما هو قاتي ما فيهاش فيما انا انصح لعبتنا عشان كل الناس بتقولهم ايه انتو كيوت وانتو هي دي برضو ما هو الناس الامور وصلنا للحد اه ان الالتزام والسلوك بقى عليك ايه بقى جمهوري بيقول لي اعمل كده اه ما هو هتعمل ايه انت ملتزم يعني نفسي كابت الناصر قال تعليق ده الانطباع لعدة الاهلي والناس مؤدبة بتعملش حاجة مش معنى كده ان تستهتر بحقها انا اقول لك سؤال برضو انت انت جبت المعنى ده الحاكم خلاص مش عايز يشوف مكانش والدم مالي وش قفشة اللعبة توقف وتقوله ايه ده هو قفشة نفسه مش قفشة على الارض وتعملت له غرز عشان يتعالك يا ابراهيم والله يحدقني الناس اللعبتنا واحدة الامور بحسن نية شوية في الملعب اه وبعدين هم خايفين برضو من الانذارات وخايفين من التوترات انا ما منصحش بكده لكن في ناس شغلاء انت جاي متعين حاكم فارك اولا يا كابتن عبدالعزيز عبدالعزيز لا الحاكم الملعب وليد عبدالعزيز يا كابتن وليد انت جاي انت حاكم محترف انت مش جاي تفنطز علينا انت الراجل بتحكم يعني دي شغلتك فانت جاي تؤدي عمل قديه بامانة لما تشوف حاجة زا كده وكانت قدامك متردد استعين بصديق استعين بالفار سيبع الفار يا اخ الفار بقى دي اللي مشكلة اللي كل الناس عمالة تقولك اصل الفار طبعا ما طبعا هو ده النوع من الفار وهو ده اللي مجنن الناس ومقلقها وخليها قلبع على اللعيب وعالإدارة ان مش عايزة نقطة ضيع في الوقت ده لا عشان عارفين اللي حيحش هو ده اللي مخوف الناس وده اللي مغطرها ايه انما هي في سياق المبارات وارد انك تتعادل مع المصري وارد انك انت تهدر اه طبعا مش بالطريقة دي لكن وارد تهدر فرص المدهش ان الفرصة بتاعة افشا وحسين الشاحات بالضبط هي فرصة المحلة اه كان بيلعبوا نشوف كرة افشا مع حسين الشاحات اه اه اتنين منفردين واثنين منفردين بس المحلة حاب يلعبها هو فطلت منه بقت في حضن الجود افشا يبدو انه هو اه هي نفس اللعبة هي نفس اللعبة هو فيه لمسة هنا هو ده صح على فكرة بس لو حطاله قدامه لو جات قدامه هو بس عيبة انه ما جاتش قدامه فهو لعبة بالجنب فيه لمسة هنا خالة الكرة جات على شماله فرحبط وراء ابراهيم هو قدامه كان حسن ببطن رجله على طول هنا ما هي القرد قدامه دي لو اتحطت قدامه كان حيقدر اعطاب بطن رجله وبرضه هو سوق بختي شوف يعني ايه اللي جنب العرضة قوي كده قافل رجله فيها قوي مش هو ملحقش هو طب هو لو ما قفلش رجله بجنحش محقش مش قوي كده انه حاضر ما تجي في الاعادة نقول له لا اصر